اشتركوا في القناة تلبية لدعوة كريمة من جلالته اكد المجلس على اهمية الكلمة التي وجهها جلالة الملك المعظم خلال استقبال جلالة لقداسة بابا الفاتيكان والتي اكد فيها ان مملكة البحرين ارض حاضنة للتعايش المشترك بين اتباع الديانات المختلفة بما يعزز من تقدمها الحضاري معربا المجلس عن الاعتزاز بالزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها قداسة بابا الفاتيكان وزيارة فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف لمملكة البحرين بدعوة من جلالة الملك المعظم ولقاء جلالته المثمر معهما مشيدا بالخطابات التي القياها والتي عكست اهتمامهما وحرصهما على ترسيخ قيم الاخوة الانسانية والسلام والتعايش السلمي بعدها اشهد المجلس بمخرجات ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من اجل التعايش الانساني في دورته الاولى الذي اقيم تحت رعاية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مؤكدا اهمية جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي والتي تم اطلاقها خلال الملتقى والتي تعكس جهود مملكة البحرين في نشر السلام والحوار بين مختلف الثقافات مشيدا بالمضامين السامية للكلمة التي وجه جلالته في ختام الملتقى والتي اكدت على اهمية مخرجات الملتقى كدليل على تقوية مسيرة الاخوة الانسانية منوها المجلس كذلك بنتائج اجتماع مجلس حكماء المسلمين السادس عشر الذي اقيم برئاسة قداسة بابا الفاتيكان وفضيلة شيخ الازهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين بعد ذلك وجه مجلس الوزراء تحية شكر وتقدير لمنتسب وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة شؤون الإعلام وكافة الأجهزة الحكومية والفرق التطوعي على ما بذلته من جهود كبيرة في انجاح زيارة قداسة بابا الفاتيكان تلبية لدعوة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا وما صاحبها من فعاليات كبرى مؤكدا أن حسن التنظيم للزيارة والفعاليات المصاحبة لها يعكس جهود أبناء البحرين وتميزهم في كل مجال بعدها أكد المجلس على أهمية الكلمة التي وجهها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا إلى القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين التي استضافتها الجمهورية الجزائرية الدموقراطية الشعبية والتي ألقاها سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم لدى ترأس سموه وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال القمة العربية منوها بما أكدت عليه الكلمة السامية من أهمية التنسيق والتعاون العربي الثنائي والجماعي لمواجهة التحديات ومنوها المجلس بنتائج القمة وأهميتها على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك بعد ذلك أكد المجلس حرص الحكومة على مواصلة تباني المبادرات التي تعزز الشراكة مع القطاع الخاص منوها بنتائج فعالية الشراكة مع القطاع الخاص والتي أقيمت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأناب سموه لحضوره معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية كما أشهد المجلس بمعرض التمويلات الإسكانية والذي يهدف لتعريف المواطنين بالفرص العقارية والتمويلات الإسكانية المقدمة بالتعاون مع القطاع الخاص ووجه المجلس إلى مواصلة مثل هذه الفعاليات التي تسهل على المواطنين عملية الوصول إلى الخدمات الإسكانية المتاحة والعروض المقدمة مؤكدا أن الشراكة مع القطاع الخاص ستشهد تناميا خاصا في ظل ما تتيحه خطة التعافي الاقتصادي من فرص نوعية ومشاريع تنموية كبرى ترتكز في مجملها على التعاون مع القطاع الخاص ثم تابع المجلس استعدادات الوزراء والأجهزة الحكومية للانتخابات النيابية والبلدية المقرر إقامتها يوم السبت الموافق الثاني عشر من نوفمبر الفين واثنين وعشرين وموجها المجلس في هذا الصدد لمواصلة العمل من أجل توفير كافة العناصر التي تضمن إجراء الانتخابات النيابية في أجواء تكفل الشفافية والنزاهة مشيدا بجهود وزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا الجانب ومؤكدا أن الاستحاق النيابي يأتي استكمالا للمسيرة الديمقراطية الداعمة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا بعد ذلك قرر المجلس مايالي أولا الموافقة على المذكرة التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين وهيئة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية بعدها استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير التربية والتعليم بشأن المشاريع ذات الأولوية في الوزارة بما يتسق مع الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية كما استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير العمل بشأن مبادرات الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدمج الخريجين الجدد في سوق العمل فيما استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن مبادرات تطوير خدمات الاتصالات واستعرض المجلس كذلك مذكرة سعادة وزير الأشغال حول المشاريع الاستراتيجية للوزارة بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقرير المرفوع من سعادة وزير الصحة بشأن إعلان منظمة الصحة العالمية استمرار تخلص مملكة البحرين من الحصبة والحصبة الألمانية المتوطنة ترجمة نانسي قنقر